السلام عليكم ورحمة الله أتمنى تكونوا بخيروا على خيروا بصحة جيدة الوصفة ديال اليوم هي طريقة طريقة لتحضير شامبوان في المنزل نصيبوه بعشوب صحيين بالنسبة للشعر وكذلك غايطالعو لنا بوحد تمان اللي هو رخيص بزيف يعني تمان قليل ماشي بحال تمان ديال شامبوانات وكنعرفوه باش كنغصلو الشعر ديالنا وفاش كنغصلو الشعر ديالنا كيبقى الملمس ديالو جيد ناعم كذلك هات شامبوان غادي حارب لنا تساقط ديال الشعر ومع المدومة عليه غادي نحسوا بانا كيملأنا الفراغات فاش غادي تغسلي الشعر ديالك غادي بقى ارتبو ملس ما غاديش تعاني معاه الشامبوان كيليق لجميع انواع الشعر وخصصا الشعر الجاف يلا غادي نشوفوه اشنو ما العشوب والطريقة باش غادي نصايبو هات شامبوان المنزيلي هنا غادي نحوض واحد الكاثرونة اللي غادي نديرها فوق النار وغادي ندير فيها المكوين الاول اللي هو الورد هنا تقريبا درت قيمة ملعقة ونصف ديال الورد الورد اللي بلديرها زوين بالنسبة للشعر وكذلك بالنسبة للشعر وهنا المكوين الثاني اللي هو الخزامة الخزامة زوينة بزاف كتحيد لنا القشرة وخصوصا ديك القشرة الدهنية اللي كتكون كتدير الريحة يعني لح كتير الرأس ديالك كتبقى القشرة ديالك بحلش يزبده في يدك هكذا وكتشميها كتصبي فيها الريحة هنا درت قيمة واحد الحفينة كيف ما شفتو واحد جوج ديال الملاعق تقريبا وغادي ندير القرنفل غادي ندير منو كمية قليلة القرنفل زوين بزاف بالنسبة للشعر كيحاربنا القشرة وكيحفز لنا النمو ديال الشعر هنا درت قيمة ملعقة صغيرة هنا القرنفل عندو بزاف ديال ادوار هاد الوصفة غدا نعطاكم واحدة الوصفة اخرى اللي زوينا بزاف هو ان القرنفل غادي تشديه وتديريه في الماء وتخليه واحدة ربعة وشرين ساعة وتصفيه وتديريه في واحدة الرشاش ومن الليل الليل تبقي ترشبيه الوجه ديالك ولحتى يديك هكذا ارا هاد تيبقى حتى المدة ثلاث شهر في الباب ديال التلاجة كيحاربنا جميع التصبغات وخصوصا ديال الشمس هنا هاد العشوب الثلاثة غادي نضاف عليهم واحد الكاس كيف ما شفتو هكذا كبير ديال الماء وغادي نديرهم فوق النار كيتبخو حتى كيبقى فيهم تقريبا الربع ديال هادك الكاس ديال الماء تيبقى فيهم نصف كاس بكاس العنبة تقريبا هنا المكويل اخر اللي غادي ندير هو زريعة الكتان غادي تديروها بهذا الطريقة تدير واحد معلقة كبيرة وتعمر عليها كاس ديال الماء وتديرها في الباب ديال التلاجة وتخليها كتر من 12 ساعة إلا بغيت يجيك مزيان غادي تخلي حتى 24 ساعة زريعة الكتان را عندها واحد دور كبير بالنسبة للبشرة بالنسبة للشعر خصوصا الشعر الجاف راه زوين بزاف كنديرو منو شمبوانات نديرو منو ماسكة للشعر نديرو منو ديميلور كنديرو منو ماسكة للوجه والصحة كذلك خصوصا اللي عندك يكون عنده الإسهال وعنده القبض دائما يشدو حد المعلقة ويطحنها ما يطحنش وخليه ويطحنها ومن بعد ما يطحنها يشربها بالماء هكذاك عادي واللي يديرها في الماء حتى يطلق ويشربها كتحارب لنا القبض وكتحارب لنا حتى الإسهال هنا بالنسبة لي اخصني خليه واحد المودة كتر من 12 ساعة ما عنديش الوقت غادي نوريكم بحلة هنا بحلة راني خليته ومهم هو ورا باقي غير في الماء وغادي تشديه من بعد ما تخليه كتر من 12 ساعة من الأحسن 12 ساعة للفوق اما إلا كان ما عندكش الوقت خليه 12 ساعة في الباب ديال كلاجة ورا غادي ديالك كانت انا رادرت ودبا غير واحد ما كاملاش واحد نصف ساعة فاش كنت كان بغيت نبدأ تصوار وشفتو راه اطلق الوجال ديالو واحد شوية ولكن غادي نشوفو بأنه راماشي هكدا بغيت وانا غادي نوريكم الطريقة إلا خليتي هكدا باش تخرجي الوجال ديالكتين على البارد رافيتها ديرها معاكم صافي كهكدا كتصفيه بالمغرفة بالقفة ديال المغرفة وكيبقى لي كل ما غير هنا كما تشوفو هاد السائر راه ماشي جال شفتو راه باقي ماء اللي دا انا غادي ندير هادك زرع الكتان غارج عف هاد الكسرون في هاد الماء ونديرها كتبخ من بعد هادو كل عشوب بثلاثة بيوم اللي درت الخزامة والقرنفل والورد درتو متى يتبخوا حتى بقالي تقريبا الربعة ديال ذاك المال اللي درت هاد يعني غايتبخوا مزيان خلي متى يغلى دير فق البوطة واخد شهد عليه شوية حتى كيبدا كيغلى ونقصي عليه واخليه حتى العشرة تبقى يقل مهم حتى كيتبخوا مزيان وكيتلقوا ذلك المكونات ولكاس الكبير ديال ما بقى منه غردك شوية انا غايت نحاول باش نصفي درت هاد الكاس هكدا باش نزقي صفايا نحاول باش نصفي هاد شوية اللي باقي لانها مرام مكونات زويني بسف وعطي الرائحة ديال الخزامة وديال الورد ديال القرنفل وهد المكونات رام زويني للشعر خصوصا اللي عندو الفراغات واللي فيها قشرة واللي ما كيطوالش لنا بسرعة هنا غادي نخوض المكونات ثالث اللي غادي ندير من غير العشوب وزرع الكتان هاد المكونات ثالث هو الصابون ديال القليسيرين حاولوه البناش باش نصيبوه للصابون ديال القليسيرين البري إلا ما كانش عندكم هاد الصابون ديال القليسيرين غا نقول لكم باش غادي تعوضوه انا هنا هاد صابون ديال القليسيرين را فيتا ديرا منو واحد الوصفة غادي نحك منوه هكده فهاد البلاسة رقيقة لانني ما غاداش نديرها فوق النار باش دوب غادي ندوبها غير فاادك السائل ديال القشوب اللي هو بقي سخون غادي نخوض غير مقدار ديال ملعقة واحدة ولو حكيت هاد شوية را غادي نخوض غير ملعقة واحدة والصابون ضروري ما يكون ديال القليسيرين يعني إذا كان ما عندك الصابون ديال غليسيرين غادي نقولك باش تعوضي غادي تعوضي بواحد الملعقة ديال شامبوان جنسون ديال أطفال ولا غادي تعوضي بجوز ديال الملاعق ديال الغاسول ديال البكية الخضرة من بعد ما تبختلي هذيك زرع ديال كتن غادي تحضيرها فوق النار هادية لأنها هي كتفضل إذا جاهدت عليها النار وغادي تخليها حتى تولي ديالك كشكوشة بيضة غير تبدف ديالك كشكوشة البيضة ما تخليها شبقا تطبخ بش ما تختارش بزيف لأنها ما بغاناش نديرو ماسك بغانا نديرو شامبوان هكذا وغادي تصفيها فوق هاداك المكونات اللي اللي كانوا عندي وغادي تحركها بزيان أو غادي تخلطيها من الأحسن هكذا بالطراب وغادي نديرها في هادا سوبيرا هكذا ديال بلاستيك وغادي نبقى قلب شاقلب لأنني غادي نديرها في هادا سوبيرا خورا علاش غا نقول لكم علاش هنا كتخلطيها مزيان بحال هكذا شوف كيفش كتطلق هاداك الرغوة وزوين في هادا الرغوة وأنها رغوة ما كتحيتش ولو بيبقى عندك راعي تجرب هادا شامبون حتى أسبوع ما غاديش تحيت انا غادي نديرها هنا في هادا سوبيرا خورا ديال زاج علاش غادي قولي لي سوبيرا ديال زاج كان علي نديرها من اللول باش يبال لكم باش تبال لكم الرغوة في ديال سوبيرا البيضاء ديال بلاستيك ما كتبانش هنا في سوبيرا ديال زاج كتبان الرغوة مزيان شوفتو كيفش ولات هادا غير ملعقة واحدة ديال مبشور ديال ديال الصابون ديال را واحد الوصفة جد رائع وهادا الرغوة ما كتحيتش لمدة أسبوع علاشا البنات غادي تقولولي الرغوة ما كتحيت اه الرغوة كتحيت إلا كانت في الماء إلا كانت سائلة في الماء مثلا كون درتها غير في ذاك الماء ديال العشوب كانت غادا تحيت اللا دبا مع ذاك الجيلاتين ديال زرع الكتن كتبقى بحالك دا ما كتحيتش هادو كل يبول دا غلي كينين ديال ديال الرغوة ديال الصابون كيبقوا شادين في ذاك الجيلاتين ما كيحيتوش هاد شومبون راه رائع بزاف ديروها البنات جربوه راه ما غديش يبقي يخطاكم وغدي بقي يطلع لك بتامان رخيص بزاف والزوين هو انك ما غدطريش باش تدري في تلاجة مثلا هاد الكيمياء اللي درت انا هادا تقدري تخليها حتى لمدة اسبوع إلا كنتي غدي تغسلي بانتي ووليداتكم ولا ضارك وقعلي كينين في الضار راه غير يومين ثلث ايام غدا تقاضى وكيف ما قد لكم غدي تغسلي بها غدي تتخلي الشعر طيط بالساف وغدا ما تحتفضيش بها في تلاجة تخليها غير هكذا في الدوش ولا في الحمام وغدا تبقي تغسلي بها الشعر ديالك شامبوان جدا رائع بخاسك طبيعي ماشي طبيعي بزاف لأن اضافنا لي ديك الملعقة ديال الصابون ولكن الصابون راه غليسيرين راه زوين بزاف بالنسبة للشعر كي اللي كي غسل بيه الشعر ديالو هكذاك بالصابون ديال غليسيرين تغسلي بيه الشعر ديالك هكذاك ما كي نشفو موالو غدا تدري وتغسلي بيه الشعرك وشعر وليدات كي بقى الشعر غرطبو زويون بزاف نتمنى أنكم تجربوا هذا الوصفة وترجعوا لي في التعليق وتكتبوا لي كومنتار زوين وتدروا لي واحد اللايك زوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته